تنفيذ هذه المشاريع كانت سبب في تشخيص الخلل اللي موجود في كثير من المفاصل اللي تتعلق بالبناء بالعراق كيف؟ كيف؟ احنا دائما ننفذ مشاريع مشروع هنا وهناك ما تظهر ادنى احنا بالبلد شقد ادنى حاجة ونقص الى الكثير من هالانشطة يعني يسموها الروافد الكونكريتية او القيردارات اللي تنحط على الدنكتين في الجسور احنا اكتشفنا انه عندنا نقص كبير وسبب انه خلال كثير من الشركات تعيش حالة فراغ لمن خططنا بشكل سليم حتى المشروع يمشي وفق الجدول الزمني من وصلنا الى الروافد لقينا انه ادنى معملين او ثلاثة ينتجون هاي الروافد وما تغطي اذا تشتغل اربع مشاريع فكيف اذا اشتغلت اكثر من مشروع مدينة بحجم بغداد لازم يكون دائما بها عمل بما لا يقل عن فت اربعين خمسين موقع حتى تواكب الحركة والتطوير اما اذا بدأ البناء الفعلي اللي هو على وشك باذن الله بالمدن الجديدة فحجم النقص مهول في كل شيء من معامل الاسمنت اللي ما راح تغطي الحاجة الفعلية للبناء ما عدنا اي صناعات كل شيء نستورد احنا هذا السيراميك الى المواد البناء الى الكابل الى الواير الى مواد كهرباء الى البوريمة الماء الى الشبابيك الى الابواب كل استيرات ما عدنا صناعة محلية فهذا بيّن عدنا حجم النقص اللي موجود وممكن بناء صناعة انشائية في العراق يشغل عهد عاملة يوفر مبالغ كبيرة وهذا ما تبنى مكتب رئيس الوزارة مع وزارة الصناعة والعمل ماشي في دعم بناء او انشاء مصانع كل المواد المتعلقة بالبناء حتى انغطي الحاجة المحلية المواد البناء مستوردة ومحلية بها مستوردة وبها محلية يعني احنا عدنا مصانع للحديد في العراق وهذه المصانع اصلا تطالب الان الحكومة بيقاف استيراد الحديد لانهم مسوين اكتفاء ذاتي عدنا مصانع للكونكريت وهذا الكونكريت السمنت اللي خلي نسميه بالله ممتاز واحتاجين لنوعيات خاصة ما منتجة في الشرق الاوسط كلها سوين خلطات الان مصانع عراقية تنتج هذا السمنت اشتركوا في القناة